لا طريق لك إلا طريق الإيمان رجل في البادية أنجب أولاد ثلاثة فسمى الأول عبد الله والولد الثاني سماه عبد الله أما الولد الثالث فسمى عبد الله هو حر من قلة الأسماء حانت لحظة الوفاة الرجل لا يتحرك نظر في السقف أولاده قاعدين جنبه الثلاثة قال عبد الله يرث وعبد الله لا يرث وعبد الله يرث وخرجت روحه نعمل مشكلة ده نروح بعدين دفنوا الأب نعمل إيه نروح للقاضي فين القاضي في المدينة توكر على الله على المدينة وهم في الطريق قابلوا أعرابياً ضل بعيره قال يا أهل الباديه واضح عليهم مشكلهم أما رأيتم بعيراً دي قالوا لا أبطيب جزاكم الله خير ومشي نادوا عليه قالوا تعالى أول واحد قال له بعيرك أعور قال له نعم فرح الرجل قال إيه بدأ يصفوه يبقى إيه يبقى يصفوه التاني قال له بعيرك أبتر دي له مقطوع قال له نعم فرح أكتر التاني قال له بعيرك أزور يعني ما يلكد على جنبه قال نعم قال له لا والله ما رأينا بعيرك الكذب يا عمي قال لابد أن أخذكم إلى القاضي قال إحنا ريح روحاً إحنا أساساً رحل القاضي دخل على القاضي أيها القاضي هؤلاء البدو سرقوا بعيراً لي ووصفوه وصفاً دقيقاً ثم أنكروا أنهم ما رأوا سأل القاضي قال له أنت ليش قلت أنه أعور قال له البعير يأكل يمنة واسرة وجدت العشب مأكون من ناحية وحدة والناحية الثانية لا يأكل منها يبقى لعين المبصرة بيأكل من ناحيتها والعين غير المبصرة سبحان الله العظيم لا يأكل منها طيب وانت قلت ليه أبتر قال له لو له ذيل كان ينثر بعره فوق الرمال ولكن طالما أنه هو ذيل مقطوع فيتكوم البعر أكوام 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 وانا رأيت البعر مكوم أكوام قلت ذيله إيه من غير ذيل طيب وانت ليه قلت أنه أزور قال يعني دي بسيطة عمق أقدامه في الرمل من ناحية اليسرة أكثر عمقا من ناحية اليمنى قال يا رجل ليسوا بأصحاب بعيرك تكرع الله ما قضيتكم أنتم قالوا لا أنت ما اسمح قضية لدي قضية عجيبة سيبك من البعير وكلام البعير أبونا رحمه الله سماني عبد الله وأخي هذا عبد الله وأخي هذا عبد الله جئ يموت قال عبد الله يارث عبد الله لا يارث عبد الله يارث ومات القاضي ضرب أخمس في أسداد يا الله طيب يحل المعضلة دي قال تبيتوا عندي الليلة صلوا الصبح وانتيجوا على مجلس القضاء دخلوا في غرفة المضيافة أو الضيافة مش كده اسمها ايه في ليبيا المربع حراط المربع حدوى ده أخذ المربع وبعدين الصباح الصباح رباح أول ما جلسوا وغلق عليهم الباب قال أحدهم هم أذكياء احذروا إن عينا تتجسس علينا القاضي بعتلكوا عين زي بالضلط انت عارف في أقسام ومخافر الشرطة يدخلوا مع الخمسة المجرمين واحد قال أنه كانوا ايه مجرم هو مش مجرم ولا غيره ده مخبر يدخل مخبر ونص يسمح كلمة يقول له لسرق الدهب اللي سرقناه وبعناف السوق الفلان يعرف القضية ويجي نادى تعالنت يدخل هو يخبر الايه الإدارة في عين تتجسس علينا جاء الرجل الخادم بلحب وخبص مد عبد الله الأول يد لللحم قال احذروا هذه لحم كلاب يا الله القاضي يقدم لنا لحم كلاب معقول والثاني قال ايه قال وهذا الخبز الذي خبز خبزتهم رأة حامل في الشهر التاسع ده خبير خبير اجنة اعرابي خبير اجنة الثالث فجر قنبلة من العيار الثقيل قال والقاضي الذي سوف يخضي بيننا ليس ابن حلال نحن دخلنا كده في اعراض ويا الله صباح الصباح صلوا في صبح وراحوا على مجلس القضاء العين اللي كان بتتجسس نقلت محضر الجلسة القاضي قال انت ليه قلت ان اللحم لحم كلاب قال ايها القاضي ان اللحوم التي نأكل تبدأ بالعضب ثم اللحم ثم الشحر الضق او البقرة او الجموسة او الناقة او الشيء اللي نأكله تجد انت العضب بعدين اللحم وبعدين الايه الشحر بدون من فوق الطائفة الكلبية والسبعية الاسد والذئب والكلب يجري ويعدو ها العضب وبعدين الشحر وبعدين اللحم لدينا يكون عضلات من فوق عشان تكون قوية لان لو الاسد عنده شحر من فوق من قدرش يجري يعرق وما يقدر يموت سبحان الله راح نادى على الطباخ تعالى ابن الحلال انت اين قدمت للضيوف انت قبل المغرب بلحظات تقولني فيه ثلاث ضيوف من البادية القطيح تأخر في البر ما جاء فما رأيته الا كلب القطيح فقلت دول اعربت ويلا تقلع الله ده بحث له من كل يا الله طب انت اين قلكم ان الخمسة الخبز حامل في الشهر التاسع قال له ايها القاضي رأيت الارغفة منتفخة من ناحية وملتصقة من ناحية ولان المرأة بطنها امامها فلم تستطع ان تميل لتدير الرغيفة حول النار حتى يستوي من كل اطرافه فالجزء اللي جنب النار انتفخ والجزء اللي بعيد عن النار ظل ملتصقة القاضي اخوانا مين اللي خمس للخبز قالوا فلانا اللي حمل في التاسع جينا للكارثة الايه الثالثة دي اقول لكم على ان شاء الله في المسابقة الجاي بإذن الله تعرفوه يعني هذه المصممين يعني وما الذي ادراكم والعياذ والله اني لست ابن حلال قال الرجل ايها القاضي ان قاضيا المسلم يأتيه اناس المتقاضون عنده اصحاب مشكلة يبعث عليهم عينا تتجسس لا من الكرم العربي ولا من الخلق العربي ولا من شيء من المسلمين يا الله فاعتبر كده قاضي مش تمام دخل القاضي الى امه فقررها فاقررت خرج القاضي ليدلي بالحكم الحكم بعد ايه لا بعد سؤال الام عندما لكنت قال من قال ان لحم كلاب عبدالله قال لانا قال له انت تارث ومن قال ان الخبز ده خمزته امرأة حامل في التاسع عبدالله قال له انت تارث ومن قال انني كذا قال انا قال انت لا تارث قال لماذا قال انه لا يعرف ابن الحرام الا ابن حرام مثله رجع عبدالله الاول والتاني الى امهم قالوا يا امي من هذا مين عبدالله اخونا ده قالت والله بصراحة ابوكم رحمة الله عليه وجده امام المسجد طفلا صغيرا ملقى فاخذه واتى به الى هنا فربيناه وسطكم وسميناه عبدالله اعفر عبدالله اشترك انت